أعظم إعلان أعظم محبة ثم هذه الآية تقدم لنا أعظم تضحية حتى بذل ابنه الواحد الوحيد يسوع المسيح ثم هذه الآية تقدم لنا أعظم عطية في الوجود الله بذل ابنه الوحيد كلمة الله وهنا أحبائي أقول لا تفهم غلط الله لم يلد ولم يولد الله لم يتزوج زواج الله ما عندهش صاحبه مجرد التفكير في هذا الموضوع بالنسبة لنا كمسيحيين يعتبر جحود ويعتبر كفر ويعتبر ضد الله مباشرة نحن نتكلم عن يسوع المسيح كلمة الله التعبير عن الذات الإلهية والذات الإلهية معبرة كائنة كامنة في شخص الرب يسوع المسيح كلمة الله فهذه الآية أحبائي تقدم لنا يسوع المسيح ثم هذه الآية تعبر عن أعظم خلاص من أعظم مخلص من كلمة الله ابن الله من يسوع المسيح له كل المجد ولاحظ كل غرض التجسد كما يقول كتاب يدعونا اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا أي الله حضور ومجد الله حل بين الناس وهل يستطيع الله أن يتجسد وإذا كان الله هو القادر على كل شيء هل يعصر على الله أنه يتجسد يأخذ جسد إنسان بدون ما يفقد اللهوت بالطبع طبعا أنه الله قادر على كل شيء ولكن أحبائي هذا المخلص جاء لكي يخلص يدعى اسمه أيضا يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم فالإشكال ليس الديانات والإشكال ليس الأعمال والإشكال هو مشكلة الخطية الفاصلة اللي حجبت وحجزت وجه الآب عن البشر وحاول الإنسان من أيام آدم إلى يومنا هذا كل أنواع المحاولات ولكن كل الأفعال وكل المحاولات باقت بالفشل لأنه ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إذ الجميع أخطأوا وعوزهم مجد الله فهذه المعدلة تحلت في شخص يسوع كلمة الله الإنسان الكامل اللي كفر عن خطيانا بموته على الصليب لكي يكون أعظم خلاص وفي نفس الوقت كمخلص ابن الله استطاع أن يوفي المطالب الإلهية أو العدالة الإلهية وهو الوحيد الكامل بلا خطية هو الوحيد الذي يستطيع أن يكون حمل الله بلا عيب الذي يرفع خطية العالم ترجمة نانسي قنقر